أنا عبد الله بن محمد بركات فلسطيني الجنسية أبلغ من العمر 15 عاما التحقت بمركز مناعة الهدى بعمره 6 سنوات وأحفظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد وكذلك أحفظ دووين السنة الثمانية عشر التي جمعها الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى حفظه الله وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن التلمذي وسنن النسائي وسنن بن ماجه وسنن دارمي ومسد الإمام أحمد ومسد الإمام إسحاق بن راهوة ومسد الإمام بن أبي شيبة ومسد البزار ومسد أبي يعلى وصحيح بن خزيمة وصحيح بن حبان والمسد ركول الحاكم والمعاجم الثلاثة للطبراني المعجم الكبير والأوسط والصغير وأحفظ من المتون العيمية نواقض الإسلام والقواعد الأربع والأصول الثلاثة وأدلتها والأربعون النووية وتحفة الأطفال وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وكتاب التوحيد والمنظومة البيقونية وقصيدة أبي إسحاق الإلبيري والمقدمة الآج الرومية والعقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية والبرقات وعنوان الحكم والرحابية وقد أجازني الشيخ عبد المحسن القاسم بهذه المتون وكذلك أحفظ من المتون الأرجوزة الممئية والقواعد الفقهية والحائية واللامية ونظم نواقض الإسلام وشرعته في متن الزمزمية ومتن فقه أبي شجاع وقد أجازني الشيخ عبد المحسن القاسم بكتاب الإيمان لأبي عبيد وكتاب التوحيد لابن مندة وكتاب بر للوالدين للبخاري وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري وكتاب الشمائل للترمذي وكتاب مختصر السيرة لعبد الغني المقدسي وكتاب الرد على الزناتق والجهمية لإمام أحمد وكتاب شرح السنة المزني وألفية العراقي وألفية السيوطي ونخبة الفكر والحائية